بيبدأ المسلسل باقتحام عصابة ماينز المكسيكية لمغزن سري تابع لعصابة نايرنز في مدينة شارمنغ ووقتها القائد نورديز بيؤمر مجموعته بأنهم يسرقوا كل المسدسات الرشاشة اللي في المغزن ويحرقوا المسدسات اللي مش هيستفيدوا منها وبعد ما بيخلصوا مهمتهم بيفجروا المكان وتاني يوم الصبح بنشوف عصابة سامكرو وقائدهم كلاي وهما رايحين على مكان الحدثة وده لأن الزابة ترامل بلغهم باللي حصل علشان يعينوا المكان قبل ما الشرطة تيجي وبنعرف أن مجموعة سامكرو تعتبر أهم وأقوى عصابة في مدينة شارمنغ وأن اللي أسسها هو جون تريلر وكلاي بس بعد ما جون فقط حياته تولى كلاي القيادة وتجوز مراته جيمة وخلى جاكسون ابن جون النائب بتاعه وكل المواطنين في مدينة شارمنغ بيحبوا مجموعة سامكرو وأي حد بيكون نفسه ينضم لهم ده غير أن رئيس شرطة المدينة أنسر بيحميهم وبيساعدهم في أي مشكلة يتعرضوا لها وفي نفس الوقت ليهم أعداء كتير جدا من أهمهم عصابة ماينز وبيوصل كلاي ومجموعته للمكان وبيبقوا متضايقين جدا لأن كان ليهم نسبة في البضاعة لتسرقت وبيعرفهم ترامل أن في بنتين فقدوا حياتهم بسبب الحريق وبعدها بيرجع جاكسون لمقر المجموعة وبيروح كلاي يقابل لروي زعيم عصابة نايرنز وبيعرفوا اللي حصل في المغزن بتاعهم فبيتعصب لروي لأنه دفع حق البضاعة والمفروض تتسلم في أسرع وقت وبيطلب منه كلاي أنه يدي له مهلة علشان يقدر يرجع المسدسات الرشاشة وبيوافق لروي وبيفهموا أن لو البضاعة ما رجعتش على يوم الحد هيقضي على كل المخازن التبعة لنوردز في الوقت ده بنشوف جيمة أم جاكسون وهي رايحة البيت عنده وبتتفاجئ أن ويندي مرات ابنها فقد الوعي وعندها نزيف بسبب الحمل فبتتصل بالإسعاف وبتتنقل ويندي للمستشفى وبيرجع كلاي المقر بتاعه وبيعمل اجتماع طارق مع مجموعته وبيعرفهم أنهم لازم ياخدوا حقهم ويرجعوا بضاعتهم اللي تسرقت وبيوزع المهام على كل واحد من رجالته علشان يقدروا يحددوا موقع المخزن اللي فيه البضاعة بتاعتهم وبيطلب من جاكسون أنه يقنع بوبي زميلهم السابق أنه ييجي معهم المهمة لأنه أحسن واحد بيقدر يتعامل مع القنابل لأنه ساب العصابة من بعد ما خرج من السجن وبعد ما بيخلصوا بتيجي جيمة وبتعرف جاكسون اللي حصل لمراته ولما بيروحوا المستشفى بيقابلوا الممرضة طارة حبيبي جاكسون الأديمة وبيعرفوا منها أن اللي حصل لويندي كان نتيجة تعاطي الممنوعات وأن الجنين اتولد قبل معاده بعشر أسابيع وده مأثر على حالته الصحية ومحتاج يعمل عملية في المعدة والقلب والله حصل ده خلى جاكسون يفقد أعصابه وبيقرر يروح مقر عصابة داربي لأن هي الوحيدة المسؤولة عن تجارة الممنوعات في المدينة وبيضرب واحد من تجار الممنوعات لأنه كان بيبيع لويندي وبعدها جاكسون بيروح لبيت بوبي وبيقدر يقنعوا بأنه يساعدهم في مهمتهم الجديدة وبالليل بيجتمع كلاي ومجمعته وبيكونوا قدروا يحددوا موقع المغزن وبيقرروا ينفذوا العملية تاني يوم بالليل وبعد الاجتماع بيروحوا يتفرجوا على مباراة ملاكمة وبيقولهم كلاي أنه عايز فلوس العملية دي علشان يبني بيها مصنعهم الخاص لتصنيع الرشاشات لكن جاكسون بيقترح أنهم يبعدوا عن المجال ده ويحاولوا يعيشوا حياة طبيعية زي أي مواطن عادي والكل بيبقى باصسله باستغراب وباين عليهم أنهم مش موافقين على كلامه وبيروح جاكسون يتطمن على مراته وابنه في المستشفى وبعدها بيروح بيته وبيعد يتكلم مع جيمة وبيبقى مدايق جدا من اللي حصل لابنه فبتطمنه جيمة وبتعرفه أنه كان عنده نفس المرض لما تولد بس الدكاترة قدرت تعالجه لحد ما صحته بقت كويسة وتاني يوم الصبح كلاي وجاكسون بيروحوا يقابلوا داربي وبيكون جاكسون متعصب منه جدا وبيحاول يضربه بس كلاي بيهديه وبيؤمر داربي بأنه يمنع تجارة الممنوعات داخل المدينة وبيعرفوا أنه ده آخر تحذير ليه ولو حصل مرة تانية هيخلص عليه وبعد الاجتماع جاكسون بيروح بيت بوبي علشان ياخدوا معالي المهمة بس بيلاحظ أن دون أمراض بوبي معترض على الشغل معاهم فبيطلب منه يديله شنطة القنابل وهو ينفذ المهمة مكانه علشان ما يتسببلوش في أي مشاكل وبالليل بتجهز مجموعة سام كرو لمهمتها وبيوصلوا عند مغزن عصابة ماينز وبيستردوا بضاعتهم وبيزرعوا القنابل علشان يدمروا المكان لكن جاكسون بيتفاجئ أن القنابل بتشتغل بكلمة سر ومحدش يعرفها غير بوبي وده بيأخر مهمتهم وفي اللحظة دي بيوصل مجموعة من عصابة ماينز للمكان والمهمة بيكون على وشك الانهيار فبيتنكر جاكسون في هيئة متشرد وبيدخل وسط العصابة وبيضربهم وبيقدر يسبتهم بالمسدس اللي معاه وبيخلص كلاي على واحد منهم وبييجي واحد من وراء جاكسون وبيضرب عليه نار بس مش بيحصل له حاجة لأنه لابس واقل الرصاص فبيخلصوا عليه وبيلحظوا أن فيه وشم على جسم الراجل تابع لعصابة داربي وده معناه أن فيه تعاون بين عصابة داربي وعصابة ماينز وبعدها بيفجروا المكان وبياربوا قبل ما الشرطة تيجي وفي نفس الوقت الدكاترة بتعمل عملية لابن جاكسون وبتنجح بأعجوبة وبتروح جيمة لقودة ويندي وبتعرفها أنها لازم تخلص عليها لأنها مش قد المسئولية وكانتها تقضي على حفيدها وبتسلمها حقنة سمة وبتأمرها تخلص على نفسها وبعد ما جيمة بتمشي بتحس ويندي بالزنب بسبب العملته وبتقرر تاخد الحقنة لكن الدكاترة بيلحقوها قبل ما تفارق الحياة وتاني يوم الصبح كلاي بيوزع مكسب العملية على مجموعته وبيجي له مكالمة من ترامل بيعرفوا أن الشرطة وصلت المكان وهيبدأوا يحققوا في القضية ووقتها واحد من المجموعة اسمه ميج بيبلغ كلاي أنه كان على علاقة بالبنتين اللي لقوهم مفرقين الحياة ولو الشرطة عملت لهم تحليل حمض نووي أمرهم هيتكشف وبكده مش بيبقى قدامهم حل غير أنهم يتخلصوا من جثة البنتين وبيروح كلاي قبل المأمور أنسر وبيطلب منه يحاول يقنع الزابط هيل المسؤول عن التحقيق في القضية أنه يتغضى عن تشريح جثة البنتين وساعتها أنسر بيقلق لأن ده ممكن يصير الشكوك عليه بس بيعرفوا أنه هيساعدهم يتخلصوا منهم وفي الوقت ده جاكسون بيكون راكب الموتسكل وبيقابل الزابط هيل وبيعرف منه أنه هيتولى منصب المأمور قريب وبيقوله أنه مش هيساعدهم زي ما أنسر كان بيعمل وهيقضي على أي حد يفكر ينفذ أعمال غير مشروعة في المدينة وهنا بنعرف أن الديون بدأت تزيد على بوبي وعيلته لدرجة أن البنك هيصادر العربية بتاعته فبيروح لابو بني وبيطلب منه المساعدة بس بني بيفهمه أنه معهوش فلوس وبيعرفوا أن كلاي النهاردة هيطلع في دورة تأمينية للشرطة لصالح أنسر وهيكسب منها 15 ألف دولار ومش هيبقى فيها أي تهديد على حياته وبيعرض عليه أنه يروح معاه فبيوافق بوبي لأنه محتاج الفلوس وبيكتمع كلاي ومجموعته علشان يلاقوا حل في مشكلة ميج وبيوديهم كيبي عند سكيتر المتخصص في حرق الجسس لأن دي أسهل طريقة يمحجيها أسهر جريمتهم وبيطلبوا منه يتصرف لهم في جسط راجل أبيض وواحد ميكسيكي فبيدلهم سكيتر على قبرين يروح يحفروا عندهم وبيروح داربي يقابل نوردز وبيعرفوا أن عصابة سامكرو ناوية تقضي عليه وعلشان كده هم لازم يخلصوا عليهم الأول وبيطلب منه يمدوا برجالة ومعدات علشان يدفع بيها عن نفسه وبعد ما بيخلصوا بيتفاجئ داربي أن عربيته اختفت وينها بنكتشف أن جاكسون وأصحابه هم اللي سرقوها وبيروحوا ياخدوا الجسطين اللي طلعوهم من الأبور وبيتجهوا ناحية بيت نوردز وبيسيبوا له رسالة بيعرفوا فيها أن نهايته قربت هو وداربي وفي نفس اليوم بوبي وكلاي بيسلموا بضاعة لعصابة أيرلندية وبعد ما بيخلصوا بيتدايق بوبي لأنهم ضحكوا عليه وفهموا أنه رايح عملية تأمين تبع الشرطة وتاني يوم الصبح ميج وزميل وقوب بيروحوا يسرقوا جسط البنتين وبيحرقوهم في محل سكيتر وبكده بيكونوا نكحوا في إخفاء أي دليل ضدهم وبعدها هيل بيتدايق جدا لما بيعرف اللي حصل بس مش بيبقى عنده أي دليل يثبت أن عصابة سامكرو هي اللي سرقت الجسس فبيروح لكلاي وجاكسون وبيفهمهم أنه عارف مين اللي أخفى الأدلة وبيتوعد لهم أنه هيدخلهم السجن وتاني يوم كلاي وأسرته بيروحوا الملاهي وهناك بيقابل صديقه إليوت ومراته إيمي وبنته تريستان وفي نفس الوقت بتوصل شحنة رشاشات ألية من آيرلندا فبيروح كلاي المقر بتاعه وبيستلم هو ومجموعته البضاعة وبيعرفوا المورد ساك أنهم لسه مش معاهم المتين ألف دولار تمن الشحنة لكن ساك مش بيعترض لأنه وصخ فيهم وساعتها كلاي بيبلغ ساك أن دي هتبقى آخر مرة هيشتروا منه الرشاشات الألية لأنهم هيبنوا مصنعهم الخاص والخبر ده بيدايق ساك جدا لأن نسبة كبيرة من أرباحهم بتيجي من سامكرو ومعنى كلام كلاي أنه هيتسبب لهم في خسارة كبيرة وبينشوف إيمي وهي بتدور على بنتها في الملاهي بس مش بتلاقيها وبتساعدها جيمة في البحث لحد ما بيلقوها فقدة للوعي في وسط الغابة وبيكتشفوا أنها تعرضت للأذى وتاني يوم إليوت بيروح عند كلاي وبيطلب منه يدور معاه على المجرم اللي عمل كده في بنته فبيوافق كلاي أنه يساعده من غير ما ياخد منه فلوس وبعدها كلاي بيجتمع مع رجالته وبيعرفهم بمهمتهم الجديدة لكن ميج بيكون معترض أنهم هينفزوا المهمة من غير مقابل في حين أنهم محتاجين الفلوس علشان يسدوا الدين اللي عليهم لساك بس كلاي بيصمم على قراره وبيطلب منهم يبحثوا في سجلات المنطقة عن أي حد كان مهتم في قضية شبيهة لللي حصلت وبيعرفهم أن ضربي ومجموعته من أكتر المهتمين في الجريمة دي وبيطلب من جوس أنه يعمل بحث سريع عنهم وبيروح هل المستشفى وبيحاول ياخد أقوال تريستان لكن هي بيبقى عندها صدمة نفسية بيبقوا قلبين الدنيا على ضربي ومش لقينه بس جيمة بتتصل بكلاي وبتعرفوا أن ضربي في المستشفى وبيجي جوس وبيقول لكلاي أن فيه ثلاثة من رجال ضربي اتسجنوا في قضايا منافية للأداب اتنين منهم في السجن وآخر واحد اسمه جوني فبيروح كلاي المستشفى وبيقابل ضربي وبيعرف منه عنوان جوني وبيقتحم بيته هو ومجموعته وبيضربوا كل رجالته وفي النهاية بيكتشفوا أنه كان اتهم خاطئ لأن جوني بقى قصيس وبيعلم الناس دينهم وبالتالي مستحيل يبقى هو المجرم وبالليل جيمة وجاكسون بيروحوا المستشفى علشان يتطمنوا على الطفل وساعتها جيمة بتشوف امي واقفة قدام قودة بنتها وباين عليها الحزن بسبب اللي حصل وبعد ما جيمة بتخلص زيارتها بتدخل لقودة تريستان وبتحاول تخليها تتكلم وتعترف على المجرم وبعدها بتخرج تتكلم مع امي وبتقدر تعرف منها إن المجرم واحد من العاملين في الملاهي كان لابس زي المهرج فبتبلغ جيمة المعلومات اللي عرفتها لجاكسون بس وهو خارج بيلاحظ إن هيل واقف مع امي وبياخد منها نفس البيانات فبيخرج بسرعة وبيبوز الكاوتشات بتاعت عربية هيل وبيروح هو والمجموعة على الملاهي وبيضربوا كل الموجودين هناك وبيجيبوا المجرم وبيربطوه وبيروحوا به الغابة وبيجي إليوت علشان ياخد حق بنته لكن بيتردد فبيتولك راي المهمة وبيخلص عليه والتاني يوم هيل بيروح مركز الشرطة وبيتفاجئ إن فيه زابط اسمه كون من شرطة مكافحة الممنوعات جاي وبيطلب يتعاون معاه علشان يقبضوا على جماعة سامكرو فبيفرح هيل جدا وبياخدوا معاه على المكتب وبيتناقشوا في القضايا اللي عصابة سامكرو قدرت تخرج منها وبعد ما كون بيمشي بيجي أنسر وبيبقى مدائق جدا من اللي بيحصل وبيؤمر هيل بإنه ما يشتغلش مع كون في أي قضية وبيجتمع كلاي مع مجموعته علشان يزودوا الدعم الفترة الجاية وكمان هم محتاجين مغزن علشان يحطوا فيه الشحنة الجديدة فبيقترح جاكسون إنهم يضموا جماعة جوري ليهم ومنها هيزيدوا قوة ومعدات بس جووس مش بتعجبوا الفكرة لإن فيها احتمال خسارة كبيرة خصوصا إن ماينز مش هتسمح إن ده يحصل بسهولة بس جاكسون بيأكد إنه هينجح وبيطلب من كلاي يسمح له هو وقوب إنهم يسافروا وينفزوا المهمة وبيوافق كلاي وبيؤمر جووس وميج بإنهم ينقلوا شحنة الرشاشات على المكان بعد ما تتم المعاهدة بين المجموعتين وفي الوقت ده الزابط كون بيبقى مرائب مقر المجموعة من بعيد وبيسافر جاكسون وقوب لمدينة مفادة عند جماعة جوري وفي الطريق بيقابل مجموعة من أل ماينز وبيبلغ كلاي وبيوصل جاكسون لمقر جوري وبيستقبلوا أحسن استقبال وبيجي كلاي وبيعرض عليهم طلب الانضمام وبيسيبهم يتشاوروا مع بعض وبعد شوية بيدخل عليهم وبيلاقيهم وفقوا على الانضمام وبيحتفلوا بالمناسبة دي وبيتعرف كيبي على بنت اسمها ليزة وبتعجب بي جدا وبيقترح عليها تيجي تعيش معاه وبيروح جووس وميج يجيبوا الشاحنة اللي فيها البضاعة من الجاراج وبيودوها المغزن الجديد وتاني يوم وبيتصل جاكسون بكلاي وبينبهه علشان يستعد هو وكل الموجودين للمعركة وأول ما بيوصل بيدخل بسرعة لمقر جوري وعصابة ماينز بتضرب نار على المكان وفجأة بيظهر رجالة كلاي من كل حتة وبيبدلوهم ضرب النار وبيوقعوا منهم ناس بس جوري بيتصاب في كتفه وبيفقد اثنين من عصابته والظابط كون بيبقى شاهد على كل ده وبيتصدم من قوة المنظر وبيرجع كلاي ومجموعته للمدينة بتاعتهم وبتنظم جيما حفلة خيرية علشان تجمع تبرعات لطلبة المدرسة وبتيجي واحدة اسمها إبريل تطلب من جيما ان كايل جزها يحضر الحفلة لان شارلي ابنهم هيعزف في الحفلة وعايز ابو يشوفه بس جيما بترفض لان في مشاكل كبيرة جدا بين سامكرو وكايل لانه كان واحد منهم وخانهم وبسببه بوبي دخل السجن لكن بتوعدها انها هتقترح على كلاي وتشوفوا هيوافق ولا لا وفي نفس الوقت كلاي وجاكسون بيزوروا صديقهم أوتو في السجن وبيطلبوا منه يساعدهم ويديهم فلوس فبيقولهم أوتو انه مخبي شنطة فلوس في الحي الصيني ومفيش حد يعرف مكانها غير تشارلي اللي معاه في السجن وبيفاهمهم ان تشارلي هيخرج بكرة وهيدلهم على طريق الشنطة وبعدها كلاي بيعرف موضوع كايل وبيبقى رافض تماما بس جيما بتقدر تقنعه وبتخليه وافق ويوم الحفلة بيجي كايل واسرته وبيتعصب بوبي جدا لما بيشوفه لانه هو السبب في تدمير حياته فبيهدي جاكسون وبيروح لكايل وبيأمره يمشي فورا بعد انتهاء الحفلة وبيوصلت شارلي لمقر عصابة سامكرو وبيبدأ كلاي ومجموعته ويجهزوا علشان يجيبوا شنطة الفلوس ووقتها طارة بتكون في المستشفى وبتشوف كون مستنيها وبنكتشف انهم يعرفوا بعض وكانوا مرتبطين من فترة طويلة بس سابوا بعض لان كون كان بيتعامل معاها بطريقة سيئة لانه مريض نفسي وبنعرف كمان ان كون جه المدينة علشان يدور على طارة ويحاول يوقع عصابة سامكرو لانه عارف ان طارة بتحب جاكسون واسناء الحفلة جاكسون وبوبي بيفضلوا يرقبوا كايل من بعيد وبيلحظوا انه راسم واشم بشعار المجموعة بتاعتهم على جسمه ولما بيروح كايل يغير هدومه بيجي بوبي وبيضربوا علشان ياخد حقه منه وبعد ما بيخلص بيجي جاكسون وبيبلغ كايل انه هم مستعدين يرجعوا للعصابة لكن لازم كلاي وافق الاول وبيعرضوا عليه انه يصهر معاهم النهاردة ويحتفلوا بمناسبة رجوعه وبيلم كلاي كل رجالته وبيروح يجيب شنطة الفلوس في وسط النهار وبنعرف ان تشارلي مخبيها في سقف مطعم لكن وهم خارجين بتهجم عليهم عصابة صينية وبيبقوا عايزين السبايك المعدنية اللي موجودة في الشنطة وفي اللحظة دي كلاي بيستسلم وبيتفاوض مع الزعيم الصيني وبيديله اللي هو محتاجه في مقابل انه ياخد شنطة الفلوس وبالليل بيحتفلوا برجوع كايل بس بنكتشف انهم عملوا كل ده علشان يستدرجوا للمقر بتاعهم ويعقبوه على العمل ويشيلوا الوشم من على جسمه فبيربطوه وبيحرقوا جلد ظهره كله لحد ما بيفقد الوعي وبعد ما بيخلصوا بينقلوا على المستشفى وتاني يوم جاكسون وبيني بيسلموا شحنة رشاشات آلية لواحد في الجيش الايرلندي اسمه نت وبيخدوا منه 15 الف دولار مقابل الصفقة ولما بيرجعوا المقر بييجي جوس ومعه شحنتهم الجديدة وبيتفاجئوا ان ليزا جاية معها فبيتعصب كلاي وبيتشك جيمة انه كان على علاقة بيها وبيتروح تسأل كيبي بس هو بيمثل انه مش عارف اي حاجة وبتفضل جيمة عيط لان جزها بيخنها وفي نفس الوقت بنشوف نت ومجموعة من الجنود الايرلنديين وهم بيعملوا سطوا على عربيات شرطة بتنقل مساجين علشان يحرروا ابن نت وبيخلصوا على ثلاثة من الزباط وبعدها الشرطة بتروح لمكر سامكرو وبيقبضوا على كلاي لانهم لقوا رقمه على تليفون واحد من المجرمين اللي خلصوا على الزباط وسجلوا الاجرامي في اتجارة الاسلحة كفيل يسير كل الشكوك حواليه وبكده هو متهم في القضية بانه وراء انهاء حياة زابط الشرطة واللي حصل ده ممكن يهدم جماعة سامكرو فبيقرر جاكسون والمجموعة انهم يدوروا على نت ويقضوا عليه علشان ما يعترفوش على كلاي لو الشرطة مسكتهم وبتحقق الشرطية ستال مع كلاي وطبعا هو بينكر كل التهم اللي متوجهاله فبتعرفوا ستال انها هتصدر مذكرة بتفتيش مقر مجموعته وبيروح ترامل يقابل جاكسون وبيعرفوا ان الشرطة هتصدر امر بتفتيش المقر ولازم يخفوا كل الرشاشات النارية والبنادق فبيخبوها فورا جوه عربيات الصرف الصحي لان الشرطة محوطة المكان ومش هيعرفوا يخرجوا بيها برا المقر وبعدها جاكسون بيرجع المقر وبيعرف من بني ان نت مستخبف مزرعة وسط الغابة وطالب منهم شحنة تانية وديها تبقى انسة بطريقة يقدروا يخلصوا عليه بيها وبتيجي الشرطة وبتفتش المكان كله لكن مش بيقدروا يلاقوا حاجة وبالليل جاكسون ومجموعته بيروحوا يخرجوا البضاعة بتاعتهم من عربيات الصرف وتاني يوم بيسلموها النت ومجموعته بس بيكونوا زارعين فيها قنابل ولما بيمشوا بيفجروا العربية وبيخلصوا عليهم والشرطة مش بتقدر تمسك اي دليل ضد كلاي وبيفرجوا عنه وبيكون جيمة مستنية برا مركز الشرطة وبتشوف ليزا جاية من بعيد وبتروح تتكلم معاها وبتعرف منها انها بتحب كيبي وجات علشان تعيش معاه فبتوافق جيمة على وجودها في المجموعة بس بتحذرها من انها تقرب من جوزها وتاني يوم عمال شركة المية بيلاقوا هياك العظمية في منطقة شارمنج وبيوصل جاكسون مع طارة لبيتها وبيلحظوا ان كون بيرقبهم وبتحكيلوا طارة على اللي كان بينهم فبيتعصب جاكسون وبيروح يكسر عربية كون وبيحذروا بانه هيخلص عليه لو اتعرض لطارة تاني وبيروح مركز الشرطة وبيبلغ هلب اللي بيحصل وبيطلب منه ينقل كون من شرطة المدينة وفي نفس اليوم كيبي بيتدرب على الملاكمة مع صديقه لويل اللي شغال ميكانيكي في ورشة سامكرو وده لانه هيدخل مسابقة وهيكسب فيها 15 ألف دولار وهيديهم للجماعة علشان يسعيدهم في سد ديونهم بس كلايبي فهموا ان ده مش هيكفي لانهم جمعوا 120 ألف بس ولسه محتاجين 80 ألف دولار في خلال 4 أيام فبيؤمر أوب انه يضاعف حجم المراهنات لـ 50 ألف دولار ويضرب في 3 أضعاف علشان يكسبوا مبلغ كبير ويكملوا فلوسهم وبيطلب منهم يمنعوا كيبي من شرب الكحول والتدخين طول الفترة الجاية لحد ما يكسب المسابقة وبعدها جاكسون بيتكلم مع كلاي وبيعرفوا ان الشرطة لقيت 3 هيكل عدمية وبيروحوا هما وميجي يرقبوا الوضع من بعيد وهنا بنعرف ان دول 3 أشخاص من عصابة أل ماينز وان كلاي خلص عليهم من سنتين وبيروحوا بعدها للمستشفى علشان يسرقوا الهايكل العظمية قبل ما الشرطة تتعرف على هويتهم ويتورطوا في الموضوع وبيدخلوا للمشرحة وبيكتشفوا ان الشرطة قدرت تتعرف على واحد منهم وبنعرف انه هو أبو لويل وانه كان عضو في جماعة سامكرو وبيتكلم كلاي وبيفهمهم ان فيه 2 من أل ماينز خلصوا على أبو لويل وعشان كده هو قضى عليهم ودفنهم معاه فبيتدايق جاكسون لان كلاي خب عليه الموضوع ده وطول الفترة دي كان بيخدعوا لويل ومفاهمينه ان أبوه مسافر ولما بيخلصوا بيروح كلاي لورشة لويل وبيحكي له على كل اللي حصل وبعدها الشرطة بتستدعيه في المركز وبيبلغوا بالخبر بس بيتفاجئوا انه عارف وبيفهموا ان كلاي هو المهتم بالقضاء على والده وبيحاولوا يخلوا يعترف بس أنسر بيوصل في الوقت المناسب وبيمشي لويل من قضة التحقيق وبسبب اللي حصل لويل بينهار لانه بدأ يشك في كلاي وبيبدأ ينعزل في البيت وبيتعطى الممنوعات وفي الوقت ده جاكسون بيكتشف ان كون اقتحم بيته ودمر القضاء اللي كان مخصصها لابنه فبيتعصب جدا وبيتصل بهل وبيعرف منه ان كون في محل الحلاقة فبيروح لعنده وبيفضل يضربه لحد ما الشرطة بتيجي وبتقبض عليه بس طبعا جاكسون بيطلع براءة لان الحلاق شاهد في القضية اللي صالحه وبتقمر الشرطة كون بانه يسيب المدينة ويرجع يغدم تاني في مدينة شيكاجو وبالليل كلاي بيروح لبيت لويل وبيتفاجئ ان حالته اضهورت بسبب التعاطي فبياخدق وبيوديه مصحة المدينة علشان يتعالج وبيروح بعدها على الصلاة الرياضية علشان يتفرج على المباراة بتاعت كيبي وبيكسب كيبي كل الجوالات وبيوصل للنهائي وبيطلب منه ميج انه يخسر نفسه لان ده هيكسبهم فلوس اكتر فبيوافق كيبي وبيفضل يتضرب من الخصم ووقتها بيشوف كلاي وهو بيحاول يتقرب من ليزا فبيتعصب وبيكسب المباراة وبيضيع عليهم الفلوس وتاني يوم بيجتمع كلاي ومجموعته وبيبقى ناقصهم سبعين الف دولار ومع التسليم الفلوس بكرة فبيقترح جاكسون انه يخلي جيمة تستلف من صديقتها لوان وبعدها بنشوف ضربي في بيته وبيبعث له كون ملف في البريد وبيعرفوا ان كلاي هو اللي بيمول الجيش الايرلندي بالرشاشات النارية فبيروح ضربي يقابل نوردز وبيطلب منه يخلص على كلاي في مقابل انه يسيبه يستولع على تجارة الاسلحة في المدينة وهو يسيطر على تجارة الممنوعات وبيروح جاكسون المستشفى لشان يستلم ابنه من الحضانة وبيقابل امه وبيطلب منها تجيب فلوس من لوان وفعلا جيمة بتستلف 55 الف دولار منها في مقابل انها تردهم بزيادة 5% واسناء ما كان جاكسون في طريقه للمقر بيشوف حدث على الطريق والسواء داني على وشك ان حياته تنتهي وبتيجي الاسعاف وبتنقله على المستشفى وبيلاحظ جاكسون وجود كيس ممنوعات في العربية فبيعرف ان داربي ورا الموضوع وساعتها الشرطة بتصادر عربية الوقود اللي كان داني سايقها وبيوصل جاكسون للمقر وبيبلغ كلايب اللي حصل وبيطلب منه يسمح له يروح يستجوا بداني في المستشفى ولما بيروح هو وميج بيشوفوا اتنين من رجال داربي خارجين من قضة داني فبيدخلوا وبيعرفوا منه انه كان مديون بفلوس لداربي وانه قرر يديهم عربية الوقود علشان يسد بيها الدين بتاعه فبيروح جاكسون وميج لجراج الشرطة علشان يسرقوا الشاحنة بس رجال داربي بيكونوا سباقوهم فبيطلعوا وراهم على الطريق وبيقدروا يسيطروا عليهم وياخدوا الشاحنة وبيروح جاكسون يبيع الوقود لأنسر بمقابل 20 ألف دولار وبكده قدروا يجمعوا حق الدين اللي عليهم للآيرلنديين وبيحاول كيبي يساعد المجموعة وبيسرق عربية إسعاف وبيوديها المقر بس الكل بيفضل يضحك على تصرفه وبيرفض كلاي انه يبيع العربية لانها بتساعد أهل المدينة وبالليل كلاي وميج بيروحوا يسلموا الفلوس لمايكل بس بيتفجأوا ان في حد تاني جاي يستلم الفلوس اسمه كاميرون وبيعرفوا منه ان مايكل فقط حياته فبيفضلوا يسألوا عن تفاصيل تخص الشغل ما كانش في حد يعرفها غير مايكل وده علشان يتأكدوا من هويته وبعد ما بيتطمنوا بيسلموه الفلوس وفي الوقت ده بيدخل مجموعة من عصابة ماينز للمكان وبيضربوا نار على كل الموجودين ووقتها كلاي وميج بيستخبوا وبيبدلوهم إطلاق النار وبيوقعوا منهم اتنين والباقي بيهرب بس كاميرون بيتصب طلقة وحالته بيكون صعبة وعلى وشك انه يفقد حياته فبياخدوا كلاي معاهم على المقر وبيعملوا إسعافات أولية وبيتصلوا بطارة علشان تيجي تطلع الطلقة من جسمه وبعد ما طارة بتخلص بتروح بيتها وبتتفاجئ ان كون موجود وبيحاول يهجم عليها وبيضربها فبتسحب من المسدس وبتضربه بطلقة في بطنه وبتتصل بجاكسون علشان ييجي ينقذها وفورا بيوصل جاكسون لبيتها وبيبقى متعصب جدا وعايز يخلص عليها بس طارة بتهديه وبتنصحه يتصل بالشرطة علشان يقبضوا عليه وساعتها كون بيفضل يستفز جاكسون بالكلام فبيتعصب جاكسون وبياخد المسدس وبينهي حياته وتاني يوم بيروح يتفنه في وسط الغابة من غير ما حد يلاحظ وبعد شوية بيوصل أنسر لمقر سامكرو وبيعرفهم ان عصابة ماينز هجمت على بيت داربي وخلصت على كل رجالته وأن داربي مصاب في دراعه ونقله على المستشفى وبيطلب من كلاي أن يجو معاه لمركز الشرطة لأنهم محتاجين أقواله وبيطمنه وبيقوله أنها مجرد إجراءات رسمية ومفيش أي ضرر عليه فبيروح كلاي معاه للمكتب وبيتكلمه في حل المشكلة ووقتها أنسر بيعرف كلاي أنه كان في بينهم اتفاق قديم بخصوص أنهم يمنعوا الجرائم من المدينة في مقابل أنه يحميه هو ومجموعته بس كلاي بعرفوا أن عصابة ماينز غيرت استراتيجيتها لأن الأوضاع كانت هادية جداً بينهم وفجأة بقوا حيزين يخلصوا عليه هو وضربي وبيقترح كلاي أنه يخلص على نورديز لكن أنسر بيرفض لأن ده هيفتح باب من المعارك بين العصابات وهيحول المدينة لفوضى وهيزود عدد المجرمين فيها فبيطلب منه كلاي أنه يصدر أمر بالقبض على نورديز ويخليه عود معاه هو وضربي ويحلوا المشكلة بالتفاوض فبيضطر أنسر أنه يوافق لأن دي أسلم طريقة علشان يوقف اللي بيحصل وبيروح كلاي لزنزانة ضربي وبيضربوا لأنه باعهم لماينز وبيعرض عليه أنه يتعاون معاه علشان يجيبوا حقهم ويخلصوا على نورديز وفعلاً الشرطة بتقبض على نورديز وبيدخلوا زنزانة مع كلاي وبيعرفوا كلاي أنه عاوز يوقف ضرب النار بين العصابتين وأنه هيبعلوا الرشاشات بنفس الأسعار القديمة في مقابل أنه يحمي جماعته وأسرته من المشاكل فبيوافق نورديز وبيبلغوا أنه في حد وصل سجل تعاملاتهم مع الآيرلنديين لضربي وده اللي خلاه يعمل معاه الصفقة لكن كلاي بيتغضع عن كل ده وبيعرفوا أنه لو حد من جماعة ماينز رفع مسدسه في وش حد من جماعته هيعتبر الاتفاق مالغي وهيخلصوا عليه فبيوافق نورديز في مقابل أنه يأمن له عملية نقل النفط اللي هجيله النهاردة وبيرجع كلاي للمقر بتاعه وبيجمع كل رجالته وبيعرفهم باتفاقهم مع ماينز والكل بيكون معطارد لأن ده هيفتح عليهم باب الحرب مع جماعة النايرنز خصوصاً أنه في بينهم اتفاق قديم بعدم التجارة مع المكسيكيين بس كلاي بيأكد لهم أن دي أنسب طريقة للسلام ومنع الجرائم في المدينة ده غير أن نطاق شغلهم هيبقى أوسع وده هيكسبهم فلوس أكتر وبيعملوا التصويت ونسبة كبيرة بتوافق على القرار وبالليل جماعة سامكرو بيبقوا قاعدين في مالها ليلي وبيسألهم كلاي عن الفلوس اللي المفروض يسلموها للأيرلنديين وبيبقى مش عارف هيتصرف إزاي ويوصلها لصحابها وبيقولوا جوس أن كاميرون كان معرفهم أن في حد هيوصل النهاردة وهياخد منهم الفلوس اسمه هيفنر وبيفهموا أن ده الشخص اللي أنا حياة مايكل وبيقترح أنهم يخلصوا عليه وياخدوا الفلوس وبكده هيبقى معهم شحنة جديدة وفلوس بضربة واحدة فبيوافق كلاي وبيعين جاكسون وقوب وبوبي لتنفيذ المهمة وبيقدر جوس أنه يوصل لعنوان بيته وفعلا بيروحوا تاني يوم عند بيت هيفنر وبيخلصوا عليه من غير ما حد يلاحظ وبيهربوا من المكان وبعدها الشرطة بتبدأ تحقق في قضية هيفنر ووقتها ستال بتتعاون مع هيل في حل القضية وبتعرفوا أن جماعة سامكرو هي اللي ورا الحدثة وبتقترح عليه أنهم يرأبوا دونا مراد بوبي وطارا وليزا لأن أكيد عندهم أسرار العصابة وساعتها أنسر بيبلغ كلاي بكل اللي حصل وبيعرفوا أنه لازم يخفي كاميرون لأنه على لايحة المطلوبين للعدالة الفيدرالية فبيتصل كلاي بجمة وبيأمرها تخلي كاميرون ما يسبش البيت لحد بالليل وبيعرفها أنه هيهربوا عن طريق الحدود الشمالية وبتوصل ستال لبيت دونا وبتحاول تستجوبها بس دونا مش بتقول أي حاجة وبتطردها من البيت وبعدها ستال بتروح على المستشفى وبتسأل طارا لو كانت تعرف أي نشاط غير قانوني لسامكرو لكن هي كمان بتنكر في الوقت ده جيمة بتكون في الماركت وبتروح لها ليزا وبتعرفها أن الشرطة حاولت تستجوبها بس هي ما قالتش أي حاجة وبتطلب منها تحميها لأن عليها قضية سرقة وممكن تتسجن وفجأة بتوصل الشرطة للمكان فبتضربهم ليزا وبتحاول تهرب بس بتفشل وبيقبضوا عليها وأثناء التحقيق بترفض ليزا أنها تتكلم وبتعرفها ستال أن قضيتها القديمة لسه مفتوحة وأنه قدامها فرصة أنها ما تدخلش السجن لو اعترفت بكل الأعمال الغير الشرعية لعصابة سامكرو وبتديها مهلة تفكر وتحدد مصيرها وبيجتمع كلاي ومجموعته وبنعرف أن الشرطة أبضت على لوان وبتحاول تستجوبها علشان تعترف عليهم فبيقرر جاكسون أنه يروح هو وبوبي لمركز الشرطة بالليل علشان يوصلوا رسالة للوان ويخلوها تبلغها لأوتو وفي نفس الوقت ستال بتحقق مع أوتو وبتسأله عن معلومات بخصوص سامكرو لكن هو بيرفد يتكلم فبتعرفوا ستال أنهم أبضوا على امراضه لوان وأنها هتتسجل لمدة 6 سنين بتهم اتجارة الممنوعات وبتعرض عليه أنه يعترف في مقابل أنها تفرج عنهم هم الاتنين فبيوافق أوتو وبالليل جاكسون وبوبي بيروحوا لمركز الشرطة وبيسهل لهم أنسر دخول الزنزانة ووقتها جاكسون بيفهم لوان أنها لازم تبلغ أوتو أن الشرطة بتستخدم سياسة الابتزاز علشان يجبونهم يعترفوا وده يبطل اعترفهم قدام المحكمة وبيطلب منها تخليه ما يعترفش بأي حاج عنهم حتى لو كانت صغيرة وبعدها بيشوف ليزا وبتهدده بأنها هتعترف عليهم لو ما هربهاش فبيضطر جاكسون أنه يهربها من السجن وتاني يوم الشرطة بتقدر توصل لأشكال المجرمين مجرمين بالتفصيل ووقتها هيل بيلاحظ أن في واحدة من الرسومات شبيهة لوش أوب وبعدها ستال بتقعد مع أوتو وبيسلمها ورقة فيها اعتراف ووصف كامل لجريمة عصابة سامكرو ارتكبوها وبيطلب منها تكتبها في ملف القضية علشان يوقع عليها وبتروح لوان تزوره وبتوصله الرسالة وبعد ما بتمشي بتيجي ستال ومعها ملف القضية وبتطلب منه يوقع على اعترافه لكن أوتو بيرفض وبيضربها والحراس بيدخلوا وينقذوها وبيفرح كلاي ومجموعته لما بيعرفوا اللقوته عمله وفجأة بتهجم الشرطة عليهم وبتسيطر على كل اللي في المكان وبيقبضوا على قوب بتهمة القضاء على هيفنر وبعد ما الشرطة بتمشي بيتفاجئ المجموعة باختفاء بوبي وبيحاولوا يتصلوا بيه أو بمراته لكن مفيش حد بيرد فبيروح جاكسون البيت عندهم بس برضو مش بيلقوا حد فبيوصل لمركز الشرطة وبيتفاجئ أن أنصر محتجز في الزنزانة لأن ستال عايزة تستجوبه وبيعرفوا جاكسون باللي حصل لبوبي وبيطلب منه يبلغوا بأي معلومة يسمعها عنه لأن كلاي شاكك أنه هو اللي بلغ عن قوب وبيبدأ جاكسون يتحرع عن الموضوع وبيروح يسأل الجنان عن اللي حصل لعائلة بوبي وبيعرف أن الشرطة الفيدرالية جت أبضت عليه بالليل بس ما كانش مربوط بكلبشات فبيرجع جاكسون للمكر وبيبلغ كلاي باللي حصل وده معناه أنه هو اللي باعهم بس جاكسون وكلاي مش بيصدقوا بسهولة وبيحطوا احتمال أن دي خدعة من ستال علشان توقعهم في بعض وبيتم التحقيق مع بوبي وبيعرف أن ستال عملت خدعة علشان توقعه في مشكلة مع سامكرو وبتعرض عليه يساعدها لأن كلاي هيبقى عايز يخلص عليه والحل الوحيد أنه يعترف عليهم ويدخلهم السجن وبعد ما ستال بتخلص بيعترض هيل على الطريقة اللي اشتغلت بيها لأن بكده كلاي ممكن يقضي على بوبي رغم أنه بريء وبيطلب منها تعيد النظر في القضية وتشوف حل تاني لكن هي بتقرر تستمر بنفس الأسلوب وبتؤمر بإبعاد هيل عن التحقيق في القضية وبيروح جاكسون المستشفى علشان يتطمن على ابنه وهناك بيتفاجئ بوجود ويندي وبيكون لسه خارجة من المصحة فبيسمح لها تشوف ابنهم وبيسموه قبل وفي نفس الوقت جيما بتيجي المستشفى وبتلاحظ أن تارا وقفة بتبص على جاكسون ويندي وبيبقى باين عليها علامات الغيرة وبينشوف بعدها دونا وأطفالها في مكتب استال وبتقدر استال تقنعها بأنها تعترف على سامكرو في مقابل أنها هتحميهم وتبرقهم من كل التهم الموجهة ليهم وبتسمح لدونا تروح قوضة التحقيقات وبتحاول تقنع بوبي يعترف بالجريمة لكن هو بيرفض وبيفضل مصمم على موقفه وبتحقق استال مع قوب وبتفهمه أن الشهدة اعترفت عليهم وبتقرأ عليه الاعترفات من ورقة فضية وبتقوله كل اللي حصل بالتفصيل ورغم أنها بتجدب لكن قوب بدأ يظهر عليه علامات التوتر والقلق ومع الوقت الشرطة بتقرر تفرج عن بوبي وبيروح بعدها على مقر سامكرو وبيلاقي ترحيب من جميع أفراد المجموعة وبيحكي لهم كل اللي حصل معاه في مركز الشرطة ووقتها كلاي بيصدقه وبيوافق على رجوعه للعصابة وبعد الاجتماع ميج بيبلغ كلاي أنه لقى جهاز تصند في العربية والتليفون بتوعبوبي وده معناه أنه بقى ضدهم ولازم يخلصوا عليه وبيقيت كلاي الفكرة بس بيأكد عليه أن الموضوع يتم في سرية تمة ومحدش يعرف غيرهم هما الاتنين وتاني يوم كلاي بيروح لمركز الشرطة وبيقابل استال وبيعرفها أن الكل اللي بتعمله مش هيأثر على سامكرو لأنهم عيلة واحدة ومش ممكن يبيعوا بعض وبيعرفوا منها أن جلسة المحكمة هتبقى بكرة وأنه قوب موقفه صعب جدا في القضية ولما بيرجع المقر بيعمل اجتماع مع رجالته وبيقراروا أنهم يلموا فلوس كتير علشان ينقذوا قوب ويخرجوا من السجن وبتاخد استال الشهدة إيفن وبيتوديها بيت آمن علشان تحمي حياتها لحد ما عاد الجلسة وبيروح كلاي وميجي يقابلوا ليروي ومجموعته وبيعرفوا أنهم هيتموا صفقة النهاردة مع ماينز وبيقترح عليه يروح على عنوان العملية ويخلص على عصابة ماينز وبيوفق ليروي على الخطة ووقتها كلاي بيتفق مع ميج أنه يخلص على بوبي أثناء العملية علشان يبان أنه فقط حياته بسبب تبادل ضرب النار بين العصابتين وبيروح كلاي وجاكسون يقابلوا نوردز وعصابته وبيسلموهم الأسلحة الرشاشة وبيوصل ميج وبوبي للمغزن علشان يستلموا الفلوس من العصابة وفجأة بتهجم عليهم عصابة نايرز وبتضرب نار بشكل عشوائي وبيبقوا عايزين يخلصوا على كلاي وجاكسون وفي نفس الوقت بيهجموا على المغزن وبيخلصوا على كل اللي فيه وفي واحد بيبقى على وشك أنه ينهي حياة ميج بس بوبي بيوصل وبينقزه في آخر لحظة ووقتها ميج بيقرر أنه ما يخلصش على بوبي لأنه أنقز حياته ولو كان خاين كان سابهم يخلصوا عليه وبيقدر جاكسون أنه يركب العربية وبياخد كلاي وبيهربوا من المكان قبل ما يفقدوا حياتهم وساعتها كلاي بيبقى متضايق جدا من اللي حصل لأنه صنع عداوة مع العصابتين وده يتسبب لهم في مشاكل كتير ووقتها بيعرف من ميج أنه ما قدرش ينفذ المهمة فبيؤمروا بأنه يخلص على بوبي النهاردة بالليل وفي مركز الشرطة هيل بيتكلم مع أنسر وبيعترف له بخطة استال وبيفهموا أنه أوب مش متعاون معاها ضد مجموعته وأنها بتعمل كل ده علشان تفرق بن سامكرو وتقدر توقعهم وبيروح بعدها جاكسون المستشفى وبياخد ابنه ومراته وبيروحوا البيت وبيبقوا عاملين حفلة كبيرة بمناسبة خروج ابنه وبعد شوية بوبي بيقرر يمشي هو وأسرته لأنه لسه هيوصل أولاده لبيت جدتهم وهنا كلاي بيشاور لميج علشان يخرج وراهم وينفذ خطتهم بس بنتفاجئ أن بوبي بيبدل عربيته مع مراته وبتاخد دنة العربية بتاعته وفي الوقت ده أنسر بيوصل لبيت جاكسون وبيبلغ كلاي أن بوبي مش متعاون مع استال وأن كل ده كان خدعة منها علشان توقعهم في بعض وبيحس كلاي بالندم لأنه ظلم صديقه وقتها ميج بيدرب نرع العربية بوبي وبيكتشف أنه خلص على دنة بالغلط والشرطة بتوصل لمسرح الجريمة وبينهار بوبي لما بيشوف مراته وبيبقى كلاي متضايق جدا لأن كل ده حصل بسببه وتاني يوم جاكسون بيروح لبيت بوبي علشان يطمن عليه وبيلاقيه في حالة صعبة وكل همه أنه ياخد حق امراته ويخلص على المجرم وبيروح هل لمكتب أنسر وبيقوله أن كلاي هو اللي وراء أنهاء حياة دنة وبيطلب منه يساعده علشان يثبت الكلام ده لجاكسون وبوبي فبيرفض أنسر أنه يساعده لكن بيغير قراره في آخر لحظة وبيفهموا أنهم لازم يلاقوا شاهد يأكد كلامهم لأن ما فيش دليل على إيدانة كلاي وبيجتمع كلاي مع رجالته وبيبلغهم أن اللي عمل كده هم عصابة نايرنز ومايرز ولازم يخلصوا عليهم بس الموضوع مش سهل ويحتاج تخطيط وفي اللحظة دي بيتعصب بني لأنه شايف أن كلاي مستريع في قراراته ولو الموضوع كان حصل معاه كان تصرف بطريقة أسرع من كده وبيحاول كلاي أنه يهديه بس بيني مش بيهتم الكلامه وبيسيبهم وبيمشي وبعد شوية بيوصل المحامي مارك وبيبلغ كلاي ومجموعته أن المحكمة هتحكم في القضية بكرة الساعة خمسة وأن قوب هو أول واحد في قيمة المتهمين ولو الشاهد اعترف عليه هيتسجل لمدة عشر سنين وبيعرفهم أن ستال مخبية الشاهد في بيت آمن بس محدش عارف العنوان وبعد ما بيمشي العصابة بتتفق أنهم لازم يروحوا يخلصوا على الشاهد قبل معادة الجلسة وفي نفس الوقت كيبي بيتصل بجاكسون وبيعرفوا أنه كان بيرائب بني بعد ما خرج من عندهم وأنه دلوقتي متجه لمقر النايرنز وشأكلوا ناوي يخلص على الزعيم بتاعهم فبيقرر جاكسون أنه يروح يلحق بني قبل ما يتصرف بتهور وهنا بني بيكتشف أن كيبي بيرائبه فبياخدوا وبيدخلوا المالها الليلي بتاع العصابة وبيوجه المسدس على واحد من أفراد العصابة وبيطلب منه أنه يقابل ليروي الزعيم بتاعه وبعد شوية جاكسون بيوصل وبيحاول هو وليروي أنهم يهدوا بني ويخلوا ينزل المسدس بس بني بيبقى رافض لحد ما بيخلص على اللي أنا حياة دونة فبيضربوا كيبي وبياخد منه المسدس وبيعودوا يتكلموا وبيقولهم ليروي أنه خلص على ناس كتير من أعدائه لكن مستحيل يعمل كده في واحدة ست وبيروح كلاي يقابل ترامل وبيطلب منه يعرف عنوان البيت الآمن علشان يخلصوا على الشهدة وبيفهموا أن الشهدة لو اعترفت على قوب كلهم هيدخلوا السجن وبما فيهم كل اللي كان بيساعدهم فبيقلق ترامل وبيطلب منهم رقم القضية وبعدها كلاي ورجالته بيروحوا على بيت إليوت لأن القاضي اللي هيحكم في القضية يبقى صاحبه وبيطلبوا منه أنه يحاول يعرف من القاضي رقم القضية وبيهددوا أنه لو ما نفسش الأمر هيبلغوا الشرطة بخصوص عمل الملاهي اللي خلصوا عليه لصالحه وبيروح جاكسون لمركز الشرطة وهناك بيقابل هيل وبيطلب هيل أنه يتكلم معها على انفراد وبيفهموا أنه حاسس أن كلاي وراء اللي حصل لدنا لأنه كان شاكك في بوبي بس جاكسون مش بيصدقوا وبعدها ستال بتروح لقضية التحقيق وبتبلغ قوب أن كلاي هو اللي خلص على دنا بالغلط لأنه كان شاكك في بوبي وبنشوف كلاي وميج وهم قاعدين في بيت إليوت ومستنيين وييجي وبيقول له ميج أنه ما كانش يعرف أن دنا هي اللي سايقة العربية ووقتها إليوت بيوصل وبيجيب لهم رقم القضية فبيؤمرهم كلاي أنهم يروحوا يخلصوا على الشهدة في أسرع وقت وبيروح جاكسون يقعد مع كلاي وبيسأله لو كان هو السبب في اللي حصل لدنا ولا لأ فبينكر كلاي كل التهم وبيخرج جاكسون من عنده وبيلاحظ أن جوس قاعد متدايق وبيسأله عن السبب وبيفهموا جوس أن الشهدة اللي المفروض يخلصوا عليها مجرد طفلة فبياخد جاكسون العنوان وبيروح ينقذ الموقف وفي نفس الوقت مج وباقي الرجالة بيقتحموا البيت الآمن وبيسيطروا على كل الحراس وبيتصدموا لما بيكتشفوا أنها طفلة وبيبقوا محترين ومش عارفين يتصرفوا إزاي فبيربطوها وبيستعد مج علشان يخلص عليها وفي اللحظة دي بيوصل جاكسون وبيوجه مسدسه ناحية مج وبيؤمروا ينزل السلاح وبيخلي باقي الأفراد يمشوا من البيت وبيهدد البنت أنهم هيخلصوا عليها لو اعترفت ضدهم وبيخليها تهرب من المكان وبيعمل مشكلة مع ميج لأنه اتخلى عن مبادئه وكان هيخلص على طفلة وبيضربوا بعض لحد ما ميج بيستسلم وتاني يوم الصبح بيسحى جاكسون وبيلاقي نفسه في الشارع وبنشوف عدد كبير من ركب الدراجات النارية ماشيين في جنازة دونة وبيروح جاكسون عند قبر دونة وبيحط وردة وبيبص لكلاي وميج بنظرة تدل على إنه عارف الحقيقة وبيروح يعود لوحده وبيقرر يوقف الأعمال الغير الشرعية اللي بتتم في سامكرو وبكده بتنتهي أحداث مسلسلنا أتمنى يكون عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلوكم كل جديد